السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام القوة ليست دوما بالمواجهة أحيانا تكون بالتجاهل أيضا ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة في سنة 1937 وبينشوف شخص جارر واحدة ورف مزرعة وبيفضل يعزب فيها ويدرابها لحد ما بيقتلها وبيسيب جثتها وبيروح على أضف فيليته وبيقف يرسم رسمة كبيرة جدا وبعد كده بيختفي وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف صوفيا وهي واخدة جزها أليكس في العربية بتاعتهم وبيكونوا رايحين لبيت عيلة أليكس وبنعرف إن أليكس مريض بفقدان الزاكرة وعلشان كده مراته قررت إنها تاخده على البيت اللي عاش في طفولته علشان يقدر يفتكر ولو جزء بسيط من حياته يمكن يقدر بعد كده يفتكر كل حياته وبيوصلوا بعد كده لبيت عيلته وبتسأله صوفيا لو كان فاكر حياته في بيت عيلته قبل كده ولا لأ لكن أليكس بيفضل قاعد زي ما هو وبيقابلهم في الوقت ده بروكس وده يبقى حارس الفيلا وبياخد الشنط بتاعتهم علشان يدخلها البيت وبياخدها بعد كده علشان يفرجها على البيت وبيقول لها لو احتاجت أي مساعدة في أي حاجة تقوله على طول ولما بتدخل البيت بتلاقي ان في رسومات كتيرة جدا لبنت واحدة في كل زوايا البيت وبعد كده بنشوف صوفيا وهي وقفة في البلكونة بتاعت الفيلا وبتتصل عليها صاحبتها ايميلي وبتقول لها ان اللي بتعمله ده مفيش منه فايدة وان أليكس لازم يكون تحت وصاية طبيب متخصص وهو اللي يحدد العلاج المطلوب ليه لكن صوفيا مش بتسمع كلامها وبتقول لها انها واسقة من اللي بتعمله وبتكون متأكدة ان حالة أليكس هتتحسن لو قاعد في بيت عيلته فترة ولكن ايميلي بيكون رأيها ان أليكس اكيد بيفضل انه يموت احسن من انه يعيش في حياته البائسة دي وخصوصا بعد ما كان عالم مشهور ومن عيلة غنية واكيد الموضوع ده مأثر في جامد ولكن صوفيا بتكون معرض الكلام ده وفي نفس اليوم بالليل بتدي صوفيا الدول أليكس وبتوعده انها هتخرجه من البلد بكرة يمكن يفك شوية ولكن أليكس كالعادة مش بيرض عليها وبتقول له ساعتها صوفيا وهي متأسرة انها عارفة انه اكيد حاسس بيها وحاسس بمشاعرها ناحيته وهي كمان حس بيه وبيروح أليكس بعد كده للقوضة بتاعته علشان ينام ولما بتروح ورا صوفيا بتلاقيه واقف قدام المراية ومش بيتحرك وساعتها بتحط ايديها على كتفه وبتقول له انه معاد النوم جه ولازم ينام فبيتعصب أليكس فجأة وبيشيل ايديها بعصبية وبيسيبها وبيروح على السريد بتاعه وبنعرف بعد كده ان أليكس كان فاز بجيزة كبيرة جدا في مجال شغله وفي اليوم ده قرر انه يعمل حفلة بمناسبة الجيزة دي ولكن ساعة الحفلة صوفيا قررت انها تمشي وتروح على المختبر اللي هي شغالة فيه لانها عندها شغل ضروري وراحت على عربيتها جري وساعتها جري وراها أليكس وفضل يتحايل عليها تقعد معاه وتكانسل الشغل لكنها رفضت وزقته بعيد عن عربيتها علشان تتحرك وساعتها ظهرت عربية فجأة وخبطت أليكس وعملت له حالة فقدان زاكرة جمدة وما بقاش قادر انه يتواصل مع اي انسان وبقى عايش عالة على اللي حواليه وخسر كل حاجة في شغله وحياته وبتروح بعد كده على القوضة اللي هتنام فيها وبتكتب في دفتر الملاحظات بتاعها ان حالة أليكس زي ما هي ولما بتروح علشان تنام بتسمع صوت حد في البيت فبتروح تشوف أليكس فين فبتلاقي نايم وساعتها بتلاقي ان باب القوضة العلوية مفتوح فبتروح للقوضة دي وبتلاقي بورتري كبير جدا في حجم إنسان وبتلاقي الصورة تشبه أليكس تماما ومتوقع عليها من كالفين دي بوز وساعتها بترجع صوفيا لقوضتها تاني وبتكلم إيميلي وبتقول لها على البرتري ده وساعتها بتقول لها إيميلي ان ده أكيد تهيئات وان أكيد الضغط العصب اللي هي فيه عامل لها حالة هوس وبقت تشوف أليكس في كل مكان حواليها ولكن صوفيا بتصر ان الصورة تشبه أليكس تماما وبتنم بعد كده وفي أسناء ما هي نايمة بتحلم بكابوس فبتصحى من النوم وهي مفزوعة وبتروح تعمل شوية رياضة علشان تخرج نفسها من الحالة دي ولما بترجع للبيت بتلاقي أليكس واقف في شباك قطو وباصص عليها ولما بتطلع قطو بتلاقي نايم على سريره عادي وبتستغرب جدا لكن بتصحي عادي وبتاخده على الحمام وبتحميه وبتغير له هدومه وبتحلق له دقن وبتقوله إنها شافت في الأوضة اللي في الدور الأخير بورتري لواحد شابه تماما واللي رسم الرسمة دي هو كالفين ديبوز وده يبقى ابن عامة أليكس لكن أليكس مش بيدي أي ريأكشن فبتاخده صوفيا وبتخرجه شوية في القرية وبتفضل تروح بيه على كذا مكان يمكن يفتكر أي حاجة لكن أليكس زي ما هو برضو ولما بيرجعه بتجيب ألبوم الصور بتاعه للديبوز وبيفضلوا يتفرجوا عليه وبتحاول إنها تفكر أليكس بيهم لكن مش بيفتكر حد منهم وفي أثناء ما هي بتدور بتلاقي اسم كالفين موجود لكن صورته لا وفجأة بتلاقي صوفيا وحدة وقفة جنبها وشكلها غريب وبتعرفها إنها مارغو بنت عم أليكس وبترحب بيها وبنعرف إنها عارفة عن الحدثة اللي حصلت له وبتقول لأليكس إنها مبسوطة إنه رجع مرة تانية لبيت العيلة وبتقف معاها صوفيا بعد كده وبتحكي لها عن جدها الكبير اللي استقر في القرية دي أيام الحرب العالمية وبتقول لها إن جدهم ده كان خياته مصمم أزياء واشتغل على نفسه لحد ما عمل الصروة دي كلها بعد الحرب وبيوقفوا يتكلموا مع بعض شوية وبعد كده بتاخد مارغو بعضها وبتروح على بيتها اللي جنب بيت العيلة على طول والبيت ده هو المضيفة بتاعت الفيلا وبترجع صوفيا لأليكس بعد ما بتوصل مارغو وبتفتح صندوق فيه تماثيل كان أليكس بيلعب بيها وهو صغير وبتلاقي إنه تنبه لواحد من التماثيل دي وبتفرح جدا وبالليل بنشوفها وهي قاعدة وبتدوم في الدفتر بتاعها إن حالة أليكس بتتقدم وبتكون مبسوطة جدا في الليلة دي وبتفضل ترقص وهي مشغلة أغاني بصوت عالي وبتروح بعد كده للبرتري بتقوله إن فكرتها طلعت صح وأليكس ابتدى يفتكر حياته في البيت وفي الوقت ده بتسمع صوت حاجة بتتكسر فبتروح جري على أليكس وبتلاقيه واقف قدام قطو وكاسر التمثال اللي كان خده وبتروح بعد كده تنم وبتحلم بكابوس برضو وبتصحى بعده من النوم وبتروح على قوضة أليكس وبتلاقيه إنه مش موجود وساعتها بتفضل تدور عليه زي المجنونة لحد ما بتلاقيه في الجنينة قاعد يفطر مع بروكس وبنشوفها بعد كده وهي قاعدة في المكتب وبتعمل بحث عن كالفين وبتلاقي إنه تولد سنة 1910 ومات في سنة 1937 وبتعرف إنه كان رسام موهوب ولما بتتفرج على الرسومات بتاعته بتلاقي إنها غريبة ومريبة فبتاخد أليكس وبتروح تزور مارغو وبتقول لها على موضوع البرتري ده وإن كالفين شبه أليكس جدا وبتسألها لو كان كالفين شبه أليكس فعلا لإن دي الصورة الوحيدة اللي لقيتها لي فبتقول لها مارغو إنه أكيد كان شبهه بحكم إنهم الاتنين عندهم نفس الدم وبتقول لها إن كالفين كان شخص غير محبوب وعلشان كده ملوش أي صور وده لإنه كان بيئزي الستات وكان مريض عقلي وبالرغم من كده كان عالم جامد جدا في عالم البشر والعالم التاني فبتستغرب صوفيا من العالم التاني ده وبتسألها هو إيه لكن مارغو بيتغير الموضوع ولكن صوفيا بتصر على السؤال بتاعها فبتقول لها مارغو إن كالفين كان بيحب خادمة جميلة وتعلق بيها جدا ومن قطر تعلق بيها فضل يرسم لها بورتريهات في كل حتة ودي هي الصور اللي موجودة في الفيلا والخادمة دي كانت متجوزة ولكن جزها مات وساعتها كالفين اتعلق بيها أكتر وصريحها بحبه ليها لكن الخادمة رفضته لإنها كانت بتحب شخص تاني وساعتها كالفين جرها من أول بيته لحد بيت حبيبها وهناك اعتدى عليها وضربها هي وحبيبها لحد ما ماته ولما رجع لبيت العيلة طلع على القوضة اللي في الدور الأخير وقعد فيها ولما الشرطة جات ملقوش لي أي أثر ولقوا البرتريهات مرسوم دا كان لسه جديد وقتها وساعتها بتضحك صوفيا ومش بتصدق القصة دي وبتقول لمرغو ان دا كله خيال في خيال وبتاخد أليكس وبترجع على بيتها وبالليل بنشوف إستر بنت مارغو رايحة صوفيا وبيكون معاها قطع من أخبار في الجرايد وبتكون كلها أخبار عن ناس تقتلوا في البيت وبيكون من ضمنها الحدثة اللي كالفين اختفى فيها وبتقول لها إستر إن في ناس كتير من أصدقاء اللي كانوا عايشين في الفيلا كانوا بيجوا زيارات للفيلا وكانوا كلهم بيموتوا بعد ما بيطلعوا للقوضة اللي في الدور الأخير ولكن الجادة كانت بتسكتهم بالفلوس وبترجع إستر بعد كده على بيتها بعد ما بتخلص كلام مع صوفيا وبتاخد الجرايد اللي كانت معاها لكنها بتنسى خبر من ضمن الأخبار وبيتكلم الخبر عن إن في واحد من عائلة تيبوز قتل واحد صاحبه ولما الشرطة حققت معاه قالوهم إن في شبح في البيت إستر بعد كده على أمها وبتسألها مرغو عن رد فعل صوفيا لما شافت الأخبار فقالت لها إستر إنها مهتمتش بالموضوع وبنشوف صوفيا في الوقت ده وهي رايحة الأوضة اللي في الدور الأخير وبتقرب قوي من البرتري وساعتها بيظهر لها شبح كالفين لسواني وبيختفي على طول وساعتها بتخرج صوفيا من الأوضة جاري وتاني يوم بنشوف صوفيا وهي واخده آلكس وريحة بيه على السوبر ماركت تشتري حاجات وبتدخل هي وبتسيبه في العربية وبتشوفه الشرطية بتاعة القارية وهو قاعد في العربية وبتروح تطمن عليه لكنه مش بيرد عليها وبينزل من العربية وبيفضل ماشي بعيد عنها وساعتها بتقرب منه الشرطية علشان تطمن عليه لأنها بتحس إنه غريب وبتشوف صوفيا المشهد ده من شباك المحل وبتطلع جارية تلحقه لكن الشرطية بتسبقها وبتمد إيديها ناحيته فبيضربها جامد لكن صوفيا بتلحق الموقف وبتشرح للشرطية حالة آلكس وبتاخده وبترجع به على البيت ولما بيوصله بيضرب آلكس بروكس أول ما بينزل من العربية لأنه بيشوفه هو بيحاول يساعد صوفيا في شيل الشنط وبالليل بتشوف صوفيا آلكس واقف في البلكونة وبتحاول تقرب منه علشان تاخده تنيمه لكنه بيزقها وبيمشي ولما بتروح تنم بتحلم إن آلكس بيموتها ولما بتصحى بتلاقي أثار إيده على رقابتها وساعتها بتترعب وبتقرر ترجع على بلدها مع آلكس ولما بتنزل للعربية بتلاقي بروكس مقتول وبيكون واضح إنه الضرب جامد وتعذب قبل ما يتقتل وتاني يوم الصبح بنشوف الشرطة وهما في الفيلا وبتكون الشرطية الموجودة هي نفس الشرطية اللي ضربها آلكس وبتقول لصوفيا إنهم مضطرين يقبضوا على آلكس علشان يحموا الناس منه لكن صوفيا بتقول لها إنها هترجعوا على المصحة فبتقول لها الشرطية إنها هتعين حراسة على الفيلا لحد ما يقرروا هيتصرفوا إزاي في الموضوع ده وفي نفس اليوم بالليل بتروح صوفيا بسكينة على البرتري وفجأة الصورة بتختفي والسكينة هي كمان وساعتها صوفيا بتعرف إن كالفين بقى موجود في البيت وبتروح تدور على آلكس بسرعة وبتلاقي إنه مع السكينة ولما بتقرب منه بيجرحف وشها وبيتخنق مع بعض اخناء جامدة وفجأة آلكس بيختفي ولما بتدور عليه صوفيا بتلاقي واقف على السلم بتاع الدور الأخير ولما بتقرب منه صوفيا بيغرز السكينة في كتفها وبتقول له صوفيا وهي بتعيط إنها ندمانة وبتتأسف له على اللي هي عملته فيه وتاني يوم لما الشرطة بتوصل بتلاقي آلكس مقتول وصوفيا قاعدة جنب جثته وجسمها مليان جروح وبنعرف إنها هي اللي قتلته وبنشوف صوفيا بعد كده وهي في المصحة ومرغو بتكون بتزورها وبتسألها عن اللي حصل فبتقول لها صوفيا إن روح كالفين عملت اللي آلكس كان نفسه فيه من زمان وهو إنه يموت وبنشوف بعد كده مزاد للوحات كالفين في الفيلا وبيكون في ناس كتيرة حضرة ومن ضمنهم مرغو وبيتعرض البورتريه للبيع وساعتها بيكون عليها صورة لشخص تاني غير آلكس وبنلاقي إن فيه واحد عجوز ومريض وقاعد على كرسي بعجل قاعد في المزاد مع بنته وبتكون الصورة اللي في البورتريه هي نفس صورة الراجل ده لكن وهو شاب وساعتها بنعرف إن البورتريه ده أي حد مريض بيقرب منه بيقوده للموت علشان يريحه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم